من القدس المحتلة ينضم إلينا دكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب الأقصى المبارك فضيلة الدكتور عكرمة يعني هنا الحديث عن اقتحام جديد وشروط جديدة تمليها قوات الاحتلال يوما بعد يوم يعني الكلمة التي ترغب في توجيهها إلى المجتمع الدولي نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما هو ملاحظ ومتابع بأن المسجد الأقصى المبارك يصبح ثكن عسكرية أيام أعياد اليهود نعم ثكن عسكرية ويستميحونه في الوقت نفسه يحرمون المسلمين من دخوله بتحديد الأعمار وهذه بادرة خطيرة لا يحق لأي سلطة في العالم أن تمنع المصلين من دخول أماكن عبادتهم أو أن تحدد الأعمار إلا سلطة الاحتلال لا توجد سلطة في العالم تحدد الأعمار إلا سلطة الاحتلال لأن لها سلطة محتلة ولأن الأقصى ليس مقدسا لديهم ولأن الاقتحامات هي احتداء وأن وجود الاحتلال بأسلحته في باحات الأقصى هو انتهاك لحرمة الأقصى فهذا الوضع الحرج والوضع الشاذ ونستنكر وجود ثكنة عسكرية في الأقصى نحن نعتبر ذلك كله عدوان فوق عدوان ونقول للعالم هذا هو الوضع الشاذ الذي تريد سلطات الاحتلال ونقول أيضا للاحتلال أن هذه العجهية وهذه العسكرية لن تكسب اليهود أي حق في الأقصى والإجراءات هي إجراءات تعسفية غير قانونية تتعارض مع حرية العبادة تتعارض مع القوانين الدولية نحن لا نعول على الحقيقة على الموقف الدولي لأن الموقف الدولي في غالب الأحيان يكون منحازا للاحتلال دون وجه حق يلحاز بالظلم ولكن نقول لجميع العرب والمسلمين أن يصحوا من غفلتهم ويدركوا بأن الأقصى ليس في خطر بل في أخطار وأن الأقصى أمان في عناقهم وأن الأقصى شأنه شأن المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة نعم التقسيم الزماني في كل مرة يتم منهم دون الأربعين دون الخمسين لماذا هذه المرة برأيك تم منع من دون السبعين عاما؟ وكيف تقرأ هذا الرقم؟ نعم لأول مرة يدعي الاحتلال بأن الذي يسبح له هو ما فوق السبعين لأنه يريد أن يفرغ الأقصى من المصلين ويريد أن يكون هناك تقسيم زماني ومكاني ولكن هذا المفروع تقسيم الزماني والمكاني هو مشروع قديم جديد نحاول الاحتلال تنفيذه في الأقصى ولكن في كل مرة يفشل وسيفشل نعم طيب كيف يمكن لتوثيق هذه المشاهد أن تكون رأي عام عالمي؟ يعني هل الأمر مازال هناك أمل في أن يتحرك العالم لوقف هذه الممارسات؟ الأمر يعود أختي الكريبة لوسالي الإعلام نحن نريد من وسالي الإعلام أن يسمعوا صوتنا وبعدة لغات لا يكفي أن يحاور بعضنا بعضا باللغة العربية نريد ترجمة ما نقوله إلى لغات المتعددة حتى يسمع العالم موقفنا ويسمع رأينا ويسمع ما يجري ويرى ويشاهد ما يجري على الساحة الفلسطينية في بديه القدس بشكل عام وفي المسجد الأقصى بشكل خاص لم يتوقف الأمر دكتور عكريمة على منع المصلين من دخول المسجد الأقصى ولكن أيضا هناك اعتداءات متتالية تتم على الجميع دون استثناء يعني حتى تختص النساء والأطفال بهذه الاعتداءات يعني ما هي الكلمة التي ترغب في أو تعليقك على هذه المشاهد نعم الاحتلال ليس لديه أصلا أي رأفة وليس لديه أي احترام للإنسان وبالتالي نرى ونشاهد الاعتداء على النساء والاعتداء على الأطفال واعتقال النساء واعتقال الأطفال واعتقال كل من يعترض على هذه الاقتحامات العدوانية وما نشاهد الصمت العربي لماذا نذهب بعيدا على الموقف الدولي لنقول للدول العربية ما موقفها وما شأنها ألم يسمع المعتصم الخليفة العباسي صرخة امرأة واحدة وماذا عمل الخليفة العباسي في حينه هنا نساء يصرخم أين موقف الدول العربية لماذا هذا الصمت المريب إن الله صحة وتعالى سيحاسم كل من يقصر بحق القدس والأقصى كيف برأيك يمكن حماية المقدسات الدينية الحديث هنا لا يقتصر فقط على المقدسات الإسلامية لأنه حتى يتم الاعتداء على الحجاج المسيحيين وقاعدة الدول الغربية يمكن أن يستوقف هذا الأمر وأن يكون هناك تدخل كيف يمكن التنسيق لحماية المقدسات الدينية أختي الكريمة حصل اعتداء على كنيسة القيامة سابقا وعلى المسيحيين في أعيادهم ومع ذلك لم يتحرك العالم الغربي أبدا فالنتيجة واحدة يعني الاعتداء على سواء على المقدسات الإسلامية أو مسيحية النتيجة واحدة هو صمت صمت من الدول العربية وصمت من العالم لأن الاحتلال هو الذي يتصرف في هذه البلاد دون ضغط ودون حساب ودون رقيم هذا الأمر المؤلم وأن أهل بيت المقدس تركوا في الميدان لوحدهم وهذا ما أشار إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذ لهم فالخذلان متوقع الخذلان متوقع ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسب من يخذلنا لماذا برأيك يتحرك الاحتلال بهذه الحرية دون رقيب لماذا يصعب على الدول الغربية أن تتحرك تجاه الاحتلال وأن تمنع أو تحجم من هذه الممارسات نعم أختي الكريمة أنت بتقول لي لي الغرب لم يتحرك لماذا تسعي لماذا العرب لم يتحركوا أتحدث هنا عن القوى الفاعلة القوى الفاعلة يعني الدول الغربية لديها القدرة على فعل ذلك نعم نعم لديها القدرة إن أرادت ولكن هناك تحالف استراتيجي ضد العرب والمسلمين تحالف استراتيجي ضد الأقصى لأن الأقصى هو الذي يربط مليارين مسلم بفلسطين لوجود الأقصى وهذا موقف الغرب كما هو معروف إذا هناك يحرقون القرآن الكريم في بعض الدول الغربية ويضعون الرسومات لضد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء نتوقع منهم أن يقفوا إلى جانبنا ثم كان سابقا الدول العربية لها هيبتها ولم يكن الاحتلال يتمادى بهذه الطريقة نعم إذن دكتور عكريمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب الأقصى المبارك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة